اشتركوا في القناة من كده كمان اسباب كتيرة جدا بداية ان انا بشوف انه عودة النشاط مرة تانية وبداية الانطلاق تكون بمباراة سوبر مباراة بطولة هتبقى اجواء مهمة جدا 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 لاستفقات الاهل الجديدة وحتى اللاعبة الاهل اللي كانت معاره برا زي عبدالقادر وعمار انه هم يعيشوا اجواء البطولة من البدايات انه تكون انطلاقة الموسم بالنسبة لك وهو حقيقي بداية موسم جديد انا مش بعتبرها الحقيقة استكمال لموسم منتهي انا بشوف انه الظروف وملابسات الموسم الاخير وفترة التوقف يعني نسبيا تعتبر مقبولة او معقولة تخلينا نقول على مباراة السوبر المقبلة هي بداية موسم جديد وحصوصا انك بعدها اه هتستكمل بطولة كاس مصر احنا كل عندنا حاجة ملغبطة شوية تركز معنا بس انت كده واحنا هنبقى كويسين جدا بس هو حقيقي بداية مشوار جديد وبالتالي الصفقات الجديدة تخش في اجواء البطولات وتخش وتحس يعني ايه روح الفنيلة الحمرة ويعني ايه اهمية تحقيق البطولات وبالتالي ان شاء الله مكسبنا بالبطولة دي هيبقى بشرة خير وانطلاقة قوية من جديد عادة النجوم لملعب التتش عشان يخدوا ميرانهم بعد فترة التوقف مش طويلة اوي لكنها الحقيقة في منتهى الاهمية بالنسبة لعيبة الاهلي اللي عانوا من موسمين في منتهى الارهاق لا اول مرة بنشوف لعيبة الاهلي وصفقات النادي الاهلي في ملعب التتش بنشوف خسي لويس مكسوني بنشوف عبدالقادر بنشوف عمار وكل الحقيقة نجوم الاهلي بيرجعوا مرة تانية وهنتابع مع حضراتكم بتفاصيل التمرنت النهاردة